تظاهر مئات الإسرائيليين أمام منزل النائب العام الإسرائيلي احتجاجا على سير محكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية بن يمين نتنياهو وذكرت صحيفة دعوت أحرنوت أن نحو 3000 إسرائيلي تظاهروا أمام منزل النائب العام أفخايم مندل بليت في بتاح كتكفا شرقي تل أبيب رافعين لافتات تستهجن أسلوب التحقيق البطيء مع نتنياهو وتدين أداء النائب العام في قضايا الفساد التي سجلت ضده وجر نشر المئات من أفراد الشرطة الإسرائيلية حول مكان التظاهر في ساحة بنغوريون لمنع حدوث أعمال شغب وعنف ويحقق مع نتنياهو في قضايا فساد عدة أبرزها تلقيه وزوجته هدايا بطريقة غير قانونية من مناصرين أثرياء منهم الملياردار الأسترالي جيمس بيكر والمنتج الهوليوودي أرنون ميل خان هذا إضافة إلى شبهات حول سعيه لعقد صفقة سرية مع ناشر صحيفة يدعوت أحرنوت تقضي بأن يحظى نتنياهو بتغطيات إيجابية في الصحيفة في مقابل خفضه عمليات صحيفة إسرائيل اليوم المنافس الرئيس ليدعوت أحرنوت ترجمة نانسي قنقر